أفشا رجحت له تاني يا أفشا مش هسيبك النهاردة أفشا دايما على فكرة السنة دي أفشا في كذا مباراة بيبقى جاهز ودايما جاهز ودايما بمشاركاته القليلة تلاقيه نزل الملعب وبيكون لدي تأثير واضح في المباريات اللي بيشارك فيها كبديل يعني مثلا أفشا في مباراة الزمالك بنهاية كأس مصر الفاكرينها ليه في 16 دقيقة بس سجل هدف وصنع هدف تعال ورديك دي الأرقام بتاعته في 16 دقيقة لمس الكرة لمس الكرة مرتين وعمل تعملات مفتحية واحدة وصنع فرصة محقاكة واحدة ده في 16 دقيقة بس دي أرقام لعيبة بتعملها في التسعين دقيقة ومع الوقت الضايع كمان هات اللي بعدها ده مش بس الآلي والزمالك في نهاية الكأس مباراة الآلي وسنوية كلباطرة نزل لعب 19 دقيقة لمس الكرة 14 مرة سجل هدف وسدد كرة على المرم مؤثر مؤثر ده طبعا بجانب الدقيقة اللي لعبهم اللي لعبهم أمس وعمل أداء مميز جدا وقدر يقود الفريق للفوز ده رائع جدا من أفش بس في لقطة مبارح عجبتني جدا مش عقف حقارتكم خدتوا بالكم منها ولا لا ولا لا إمام عشور وأنا منبهر بإمام عشور شوف أنا بقول أهلك بطاقة شديدة إزاي منبهر بإمام عشور مجدبش عليك أنا مع الناس اللي كانت بتراهن إن إمام عشور له صلاحية له صلاحية في فكرة الالتزام يعني كنت ألقاية من فكرة إنه هيقعد فترة ملتزم عليك وبعد كده إيه هيخش في مشاكل كنا بنشوفها زمان بس الراجل تحول العقلية دي التركيز ده الهدوء ده لأزمة ولا مشكلة ولا حركات ولا أزمات ولا أي شيء بيشتغل فنياً بشكل مثالي بيشتغل أخلاقياً وعقلياً بشكل مثالي الراجل بعد المباراة المنافس الرئيسي له في هذا المركز اللي نزل أصلاً في المباراة مكانه رايح بعد المباراة يشيله ويحضنه ويقول له برافو عليك مبروك بتكلم على أفشة إمام عشور رايح لأفشة بيقول له بص المنظر بص المنظر أفشة بيحتفل وفرحان بهدف الفوز الحاسم في المباراة هتلاقي إمام عشور رايح ده إمام عشور اللي رايح شايله لا فيه بقى نفسنا ولا حد ولا حكاية ولا رواية ولا أي حاجة أحب أنا نوعية اللعيبة دي أحبهم أشي كابه أقولك إمام عشور بقى مبهر جداً مبهر جداً بصراحة برافو لقطة حلوة من لقطات لتعجب الواحد مع أي فريق يعني إنه الزمال يحبوا بعض لما يبقوا كمان في نفس المركز بالشكل ده مبهر جداً بصراحة من لقطات لتعجب الواحدة